الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بإذن الله عز وجل اليوم نتناول في هذه الحلقة الخاصة في نهاية هذا العام واستقبال العام الجديد بإذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا عام نجاح وفلاح وطاعة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى الاعتبار بمرور الأيام والأعوام اخترنا عنوان لهذه الحلقة الاعتبار بمرور الأيام والأعوام وفي ذلك من الآيات الله سبحانه وتعالى تكلم في هذا الأمر بآيات مخصوصات تتكلم وتتناول عن أهمية الأيام والأعوام والاعتبار فيها قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب وقال سبحانه وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وقال سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأول الأبصار في هذه الآيات الكريمات يخبر الله تعالى عن الآيات الكونية الدالة على كمال علمه وقدرته وتمام حكمته ورحمته ومن ذلك اختلاف الليل والنهار وذلك بتعاقبهما واختلافهما بالطول والقصر والحر والبرد والتوسط وما في ذلك من المصالح العظيمة لكل ما على الأرض وكل ذلك من نعم الله تعالى ورحمته بخلقه الذي لا يدركه إلا أصحاب العقول السليمة والبصائر النيرة الذين يدركون حكمة الله تعالى في خلق الليل والنهار والشمس والقمر ويدركون ما في تعاقب الشهور والأعوام وتوالي الليالي والأيام والله تعالى جعل الليل والنهار خزائن للأعمال ومراحل للآجال إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر لإنهادهم العاملين إلى الخيرات وتنشيطهم على الطاعات فمن فاته عمل الليل استدركه بالنهار ومن فاته بالنهار استدركه بالليل قال الله سبحانه وتعالى قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وينبغي للمؤمن أن يأخذ العبرة من مرور الأيام ومن مرور الليالي والأيام فإن الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويطويان الأعمار ويشيبان السقار ويفنيان الكبار وكل يوم يمر بالإنسان فإنه يبعده من الدنيا ويقربه من الآخرة فالسعيد والله من حاسب نفسه فالسعيد من حاسب نفسه وتفكر في انقضاء عمره واستفاد من وقته فيما ينفعه في دينه والدنياه ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته نعوذ بالله من التفريط والتسويف ها أعمل ها أفكر بعدين التسويف هذا الكلام لا ينبقي لإنسان حصيف مؤمن مدرك لأهمية الوقت وقيمة الوقت ونحن في هذه الأيام نودع عاما ماديا شهيدا شهيدا علينا نودع عاما ماديا شهيدا ونستقبل عاما مقبلا جديدا فعلينا أن نحاسب أنفسنا فمن كان مفرطا أو من كان مفرطا في شيء من الواجبات فعليه أن يتوب ويتدارك ما فات وإن كان ظالما لنفسه بارتكاب ما نهى الله ورسوله عنه فعليه أن يقلع قبل حلول الأجل أو قبل حلول الأجل ومن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات إلى الممات نسأل الله الثبات إلى الممات نسأل الله الثبات إلى الممات وليست هذه المحاسبة مقصورة على هذه الأيام يعني محاسبة النفس ليست مقصورة فقط على هذه الأيام وإنما هي ممتدة طول العمر في حياة الإنسان وليست هذه المحاسبة مغصورة على هذه الأيام بل هي مطلوبة كل وقت وآن فمن لازم محاسبة النفس استقامت أحواله وصالحت أعماله ومن قفل عن ذلك ساعت أحواله وفسدت أعماله ومما يؤصف عليه أن كثيرا من الناس إذا بدأ العام يعد نفسه بالجد والعزيمة الصادقة لإصلاح حاله ثم يمدي عليه اليوم بعد الأيام والشهر بعد الشهور وينقضي العام وحاله لم يتقير فلم يزدد من الخيرات ولم يتب من السيئات وهذه علامة الخيبة والخسران اللهم أهل علينا هذا العام بالعز والنصر والبركات وأعنا فيه على الطاعات وأجعل خير أعمالنا خواتيمة وخير أعمارنا آخره وخير أيامنا يوما نلقاك اللهم أعز المسلمين بطاعتك ولا تذلهم بمعصيتك واغفر اللهم لنا والوالدين ولجميع المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا القليل وأن يتجاوز عنا التقصير الكثير هذه حلقة أحببت أن أذكر بها نفسي وإياكم لأن نستقبل بروح جديدة وبخطة وخطة جديدة للعام القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا وأن يختم لنا بالصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى